هو أنت غيرت العربية وكمان السواق؟ أنا كده يا كمي آخر حاجة تهمني الفلوس أنا غيرت العربية والسواق وممكن أغير الفيلا كمان في أسبوع واحد أنا أصلي ملول بطبي أوكي معنى كده بقى أنك ممكن تزهق من كمي لا عاش ولا كان اللي يزهق من كمي بعد الشر عليك يا عليو أوبس أم سوري قلت عليوها من غير أنكل لا ما إحنا عايزين ناخد على بعضه بقى أنت توددي عليو وأنا أقولك يا كمي كده يعني لا خلاص وصلنا أستاذ آه طيب آه تفضل أنت يزبقيني وأنا ححزبه وحصلك يعني إيه تحزبه؟ هي مش عربيتك؟ آه آه عربيتي آه قصدي ححزبه حساب عسير لأن الفضل ماشي على مهله آه حديره حسابه وأمشيه لا يا عليوة بليز ما تقتعش أعيشه حرام من فضلك اوعي تدخلي بيني وبين الموظفين بتوعي تفضلي إزبقيني وححصلك أوكي يا عليوة تفضلي يا سيد هذه الحساب دي بقى عشان فضلت ساكت ما ردتش علي ولا كلمة أنا قلتها حضرتك بتقول حاجة؟ أصلا أنا مكنتش سامع من المزيكة تمر بقى خدمة تاني؟ لا شكراً شكراً جزيلاً كتر خيرك فضل يا فاند ستنى ستنى هنا ستنى الله الفارد يا سيد تلوا يا سيد تلوا ستنى أنا هساعدك يا فاندم أنا هساعدك آه إزاي حضرتك ستنى اليوم؟ أنا الصود ده أنا سمعته يوم الثلاثة اللي فات أيوة فاندم زاكرة حضرتك حديد أنا ميس نادية النظرة بتاعت المدرسة اللي فيها حفيد حضرتك أيوة بالضبط كده أهلاً وسهلاً أنا للأسف الشديد أنا الزاكرة بتاعتي مش هي اللي قوية أنا من ساعة ما سمعت الصود ده وأنا لا يمكن أنساها متشكري يا فاندم واحدتك رايح فين؟ لا ده أنا رايح لواحد صاحبي عن معاش زي حالاتي كده في كافية هنا عريب انت عارفة الوحدة صعبة أه تحب أوصلك؟ لا كطر خيرك كطر ألف خيرك متشكل خاص أيوة أنا ما فيش مشكلة يعني أنا معي عربيتي ممكن أوصل حضرتك ده متشكل جداً ده هي خطوة يعني أوصل على طول ما تتعبش نفسي أنا مش هتعب نفسي ولا حاجة ده أنا كنت لسه في اجتماع في الوزارة ورجع للمدرسة تاني يعني في زكتي عادي ده متشكل قوي كطر خيرك كطر ألف خيرك آه متشكل يا فاندم آه يعني تمام ده أقدر تمشي لوحدك وأنا أوصل حضرتك ده خليكي مستريحة أنا ده خطوطينهم هو بس يشرفني يا فاندم يشرفني لو حضرتك جيت مكتبي يعني بتشرب معي فينجال قهوة آه إن شاء الله إن شاء الله حجيلك المكتب على طول شكري يا فاندم متشكل خالص يا مادام لو سمحت يا مادام نعم مال فين الأستاذ اللي كانواقف مع حضرتك دخل الكافيه هنا ليه أصلوا نيس المحفظة بتاعته الزهر إن الشبكة هاندوا عطلالة بعد تصبيه على الموبايل ما بيردش طب هيت أنا أوصلها له لا أنا مش عاوز أتها بحضرتك إنت لو وقفت هنا هتتكلمش أنا حوصلها له يلا هيت أنا متشكل لحضرتك جداً فضلي فضلي شكرا جداً ماشي يا ياسمين يعني أنا أجيب لك الموبايل وأدفع دم قلبي وفي النهاية ما ترديش عليا ماشي هدي نفسك يا زيزو مش كده بنتك مش صغيرة يعني هتروح فين هتروح فين هتروح تقبل واحد في طريق السويس يعني على أقل تقدير زمانة خطفت دلوقت يا زيزو بنتك عقلة وبدال تليفونها مفتوح يبقى أكيد محصل لهاش حاجة وحتتتصل بيك معقولة يعني هماتي يعني لو حصل لها حاجة أول حاجة هتعملها تقفل الموبايل أهو بتبتصل بيك يلا رد عليها مش هي يا ده شريف شريف بتاع البنك رد عليه قوام أنا ما شفتش لحفتك دي على ياسمين رد عليه رد عليه بسرعة حاضر حاضر ألو هيا شريف إيه الأخبار عبد الرحيم مين إيه؟ عبد الرحيم بيه؟ إنت متعرفش عبد الرحيم بيه؟ ماشي 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 أنا ما شفت السكة هكون عندك على طول ربنا يا أسطر ماشي ماشي سلام 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 إيه في إيه حصل إيه؟ خرب بيه تكشريف طيين الدنيا كالعادة يا سياتري يا رب بص يا حماتي معلش أنا أروح لبنك بسرعة نص ساعة واجي يعني ياريت تخليك ورا ياسمين كلميها على طول لغاية ما ترد عليك وطمينيني لو سمعت بس أنا عندي مشكلة ما عنديش رصيد في تليفوني بحقول يا حماتي حضر فالضليقة دي موبايلة هو خليك وراها ولو في أي حاجة كلميني على التليفون بتاع البنك أنت عرفاها عرفاها يا زيزو عرفا ماشي 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 عايزت حاجة تاني؟ لا مفيش عايز نبص على كريم عايز نردعه وأأكله أشربه أعمله أي حاجة أهم حاجة ما تخلهوش يخرج من البيت خالص يا حماتي إيه دا؟ هو أنت حبس لولاد يا زيزو؟ ويا رجعي بنتيجة يا أختي يا ربي جيب نتيجة ردي بقى أنا في طريق السويس؟ إيه دا؟ في المتاح؟ يا ربي أعمل إي دلوقتي بس عندهم هنا شوكلة كيك مكلتيز زيه في حياتي إيه دا؟ دا مش كفيف؟ وحاسب على المعاش؟ يعني لألوان متقاعد ولا كفيف وبتاع بنات صغيرة إيه شي؟ دا انت ليلتك سودة ها لا أسيبك من الميني ها أنا عايزك بقى تجيب لنا أحلى حاجة عندك ها؟ عايزك كده تدلعنا وما يمكش الفلوس تحت عمر حضرتك كفاني أنا النهاردة أسعد يوم في حياتي فعلا يوم هيكفت في التاريخ ضاع مستقبلي ضاع يا مستر يا ابني انت ملكش مستقبلي أساسا هو إيه اللي ضاع؟ انت يا شريف إنسان عادي من نفع انت بتتاريق عليها وأنا مستقبلي ضاع؟ أنا غلطان إن أنا قفتي جنبك تلقش تلقش أنا هكلم لك عبد الرحيم بيه وإن شاء الله الموضوع يعد على خير يعني بجد؟ أنا علاقة بيه كويسة جدا بس ما تلقش يعني الموضوع ممكن يرسى على خصم من المرتب مش مهم المهم ما ترفيتش بالبن إن شاء الله مش هترفيت بس أهم حاجة بقى شغلك ما تجودش فيه انت مشكلتك إنك بتحط الطاتش بتاعي يعني لازم تقول إيه أنا أشتغل من غير ما تجود قول يلا أنا أوعيدك بعد كده من هنا ورايح وأنا في المكتب إيه بتجود في الجملة نفسها هعمل شغلي من غير تجويد هعمل شغلي من غير تجويد هعمل شغلي من غير تجويد بالضبط أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا بيك يا سيدي أنا جايلك بخصوص موضوع جميلة معلش يا عمي جميلة ركبة دماغها ومش عايز ترجع البيت يا عمي يا ابني دي بنتي وأنا عرفها كويس قوي ممكن عليها؟ عاوز أتجيلك النهاردة قبل بكرة بس المهم بقى في قوات حفظ السلام اللي هي فصلة بينكو دي أه أصدق يعني على طان سكينة من غير آسامي حاكمية بتيجي عالسيرة أنت الآن مني يعني إن أنا أقول لا ولا يا عمي؟ أه يعني فاكر إن أنا ممكن أبقى المخبر بتاعها مثلا ولا ولا فاكر إن أنا ممكن أكوني يعني بسجلك يعني ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة لا مدام وصلت لولاد الحرام قول لي أثبت لك إزاي إن أنا مليش أي علاقة بحامات سكينة دي إنت إزاي تفسي سر الوديع على سكينة بالرغم إن أنا استأمنتك عليها أنت عرفت؟ عرفت ومستني أعرف تبريرك بقى عن اللي إنت عملته لاحظ كويس قوي إن إفشاء سر العمرة ده مش مكتوب في اللوايع أنا ممكن دلوقتي أخش أكتب فيك شكوى لا بعيدا عن شكوى بعيدا عن كلام ده كله يعني هي صراحة استغلت الموضوع بتاع كاميليا دي وابتزتني عم أيو أنا عارف إن هي الشطرة قوي في موضوع الإبتزاز ده المهم هتعمل إيه في موضوع الفلوس؟ هتصارح حماتي بيها ولا لأ؟ أنا من المبارح بفكر في الموضوع ده توصلت الحل يرضي جميع الأطراف هم؟ هقول لك على حاجة تنفزها بالحرف الواحد أيو يا حبيبتي احكي لي بقى الحلقة كلها فاتتني ولا يهمك ده مش موبايلي ده موبايل جزب إنتي احكي لي بالتفصيل مشهد مشهد الله 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 فيه يا حماتي وأنتي بتتفنيني إزاي يعني تضيعي يا فلوسي أنا مش فاها ش ش ش آآ خلص يا باري هكلمك تاني بالليل مع السلام فيه إيه عبدالعزيز إيه يعني إما سلي نفسي شوية مش قاعدة بابنك العيان؟ أولا ابن العيان ده يعتبر ابن بنتك يعني أنت جدته وضع طبيعي أن انت تعود معاه وهو عيان وبعدين تاني حاجة بقى أنت أساسا مش قاعدة معاه يا حماتي انت قاعدة لوحدي طب سيبك من الكلام ده عملت إيه بقى في الموضوع المهم؟ فضل يا سيدي هاهو شو بيك لبيك ماشاء الله ماشاء الله ربع قرنب وعي إيدك وعي تقرب إلهم إيه ده إيه؟ آه مش عرفي الأول جبتهم إزاي؟ قولي جبتهم إزاي عملت إيه؟ مفيش أقنعت حماية أن البنك المركزي بعد أسبوع هيصدر قرار بيقول إن محدش يقدر يفك أي وديعة قبل سنة كاملة إلا لو في حساب مشترك ما بينه وما بين حد تاني وعملت الفلوس دي كلها وسحبتها على مسؤولي دي برافو برافو عليك هاخد المعنى لا 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 معلش إيه؟ قبل ما تمدي إيدك على الفلوس عندي شرطين مهمين جداً إيه هما الشرطين؟ أول حاجة تنضيلي على إيصال إنك إنتي استلمتي الفلوس ده حقك دي حاجة بسيطة؟ آه طبعاً عشان عام لو سأل يعني في البنك ولا حاجة ما يحصلش أي مشاكل ليا تاني حاجة بقى يا حباتي أيوة ده برضو أهم حاجة إحنا كنا تكلمنا فيها قبل كده إنك إنتي تخلي جميلة ترجع لبيتها تاني دي كمان حاجة بسيطة من عناقية مفيش مشكلة لأ لو كلمتها من تليفونك مش هترد علي عشان هي مبتردش عليك خد تليفونك أهو أنا هكلمها من تليفوني تليفونك؟ مش أنت كنت بتقولي موفوش رصيد؟ لأ بقى فيه ألو آية جميلة يا حبيبتي بتعملي إيه؟ سيبي أي حاجة في إيدك دلوقتي آه لأ لأ أنا أنا قاعدة مع زيزو بس إيه؟ قديته شوية كلام في جنابه إنما بالشفة والعافية إن شاء الله آه هي الستي ليها إيه غير بيتها وجوزها وولادها يلا يا حبيبتي النوس ساعة وتكوني قدامي هنا أنا مش فاجة وعايزة أنزل يلا مع السلام اللَّهِنَ وَرَحْمَدِي موسيقى